إنها العناية الإلهية التي تدخلت لمنع كارثة إنسانية جديدة بعد حادث السير المأسوي الذي وقع مؤخرا في منطقة بشامون فقد أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة جراء اشتياح صهريج للمياه عددا من السيارات على أوتستراد المنصوري باتجاه المكلس مقابل بنك لبنان والمهجر وأدى الحادث إلى زحمة مرور كثيفة في المحلة وعملت عناصر من مفرزة سير الجديد على تسهيل الحركة النجاة التي كتبت للسائقين والمرة في المنصوري لم تكتب لسائقين آخرين خلال حادثين منفصلين الأول وقع عند نفق السياد باتجاه جسر السفير تاركا وراءه قتيلا وثلاثة جرحة أما الثاني فخلف قتيلا نتيجة استضام سيارة بعمود إنارة على أوتستراد الدمور باتجاه بيروت يذكر أن المجموع العام العائد لضحايا حوادث السير منذ بداية 2018 لغاية الثالث عشر من هذا الشهر وصل إلى 281 قتيلا و3432 جريحا